اشتركوا في القناة ونبارك لدولة الامارات هذه المهمة التي يمكن تشعرنا جميعا بالفخر والاعتزاز بهذه المهمة وانطلاق رائد فضاء اماراتي في مهمة طويلة الامد هي الاولى من نوع الارواد الفضاء العربي لمحط الفضاء الدولي يا هلو سهل فيك اخوي طبعا تشهد دولة الامارات العربية المتحدة اليوم باذن الله انطلاق اطول مهمة فضائية في تاريخ العرب تستمر الى 6 اشهر تجعل المهمة هذه دولة الامارات ضمن دول الـ 11 التي ترسل رواد فضاء الى المحطة الدولية والدولة الاولى التي هي من خارج منظومة محطة الفضاء الدولية التي ترسل روادها على مثل المحطة الفضاء الدولية بما اننا موجودين في مركز التحكم لو تطلعنا عن دور مركز التحكم وايضا الكادر الموجود فيه بعد وصول رواد الفضاء السلطان النيادي الى محطة الفضاء الدولية نعم طبعا دور فريق العمليات والفريق العلمي في مركز محمد براشد الفضاء كان منذ بداية اعلان المهمة هذه الفريق كان مسؤول وما زال على موضوع التخطيط للعمليات اللي راح يقوم فيها رادي الفضاء السلطان النيادي بالاضافة الى المتابعة اليومية لجدوى الاعمال السلطان النيادي والاتصال طبعا راح يكون فيه اتصال على فترات متفاوتة مباشرة مع رادي الفضاء وطبعا هذا من غير الابحاث العلمية اللي راح يقوم فيها والانشطات التعليمية اللي تكون خاصة بالطلاب على مختلف المراحل السنية لو بنتكلم شوي بالتفصيل عن التجارب العلمية اللي راح يقوم فيها السلطان النيادي وايضا استقبالها واستقبال بياناته هنا في مركز التحكم في مركز محمد براشد الفضاء طبعا الابحاث العلمية هي تقريبا 19 بحث علمي كان بالتنسيق مع مختلف الوكالات الفضائية حتى يعني بحثين مع جامعة محمد براشد للطب والعلوم الصحية بالإضافة إلى جامعة نيويورك الابحاث العلمية هذه كون أن المحطة في بيئة الجاذبية الصغرى مما يجعلها بيئة مميزة لمثل هذه التجارب العلمية بالنسبة لمراحل الاطلاق والوقت المستغرق حتى وصول يمكن المركبة دراغون وارتباطها بمحطة الفضاء الدولية طبعا مرحلة الاطلاق هي تنقسم إلى عدة مراحل عندنا مرحلة انطلاق الصاروخ هي مرحلة حساسة جدا في الاطلاق وعندنا مرحلة الانفصال الأول وعندنا مرحلة الانفصال الثاني وتستغرق الرحلة حوالي من 22 إلى 24 ساعة إلى أن يتم الوصول إلى محطة الفضاء الدولية نحن موجودين معكم بنترقب ان شاء الله الاطلاق وبنكون موجودين ان شاء الله في أثناء وصول السلطان النيادي إلى محطة الفضاء الدولية شكرا لكم ألاحكم يا حياء